بسم الله الرحمن الرحيم معكم مروة رضوان مدربة برمجة ومؤسسة فريق ليرن وزاس للتدريب النهاردة أبدأ معكم أول مقرر لها على منصة رواقه واسمه بيجينرز بي اتش بي اند ماي سيكول توتوريال وده بيتكلم عن ايه بيتكلم بالزبط عن لغتين وهما لغة البي اتش بي لبرمجة الويب ولغة الماي سيكول لقواعد البيانات الهدف من المقرر ده ان احنا نخرج ويب سايت ديناميك ويب سايت نسيكول ويب سايت اقدر اغير المحتوى بتاعه من غير محتاج لمبرمج او محتاج لحد يشغلي الكود او يغير في الكود تاني طب المقرر ده مقسم لجزئين اول حاجة البي اتش بي تاني حاجة الماي سيكول هناخد اساسيات البي اتش بي كاملة من اول ان احنا يعني ايه بيتش بي وهنعمل بها ايه لحد وانواعها لحد ان احنا نبدأ نشوف الجمل الشرطية في الميتش بي ونبدأ نشوف الجمل التكترية بعد كده نبدأ ندخل على حاجة اسمها الفونشنز او الدوال ونبدأ ندخل بعدها على حاجات اسمها السوبر جلوبلز شوية حاجات متعرفة جوه اللغة نبدأ نستخدمها بشكل مميز بعدها نبدأ نتعامل مع الفورم ازاي بقى عندي فورم موجودة جاهزة وفيها اماكن اخد البيانات دي من اليوزر ورجعها واتأكد من مصدقات الكلمات يعني الارقاء الحاجات اللي فيها يعني مثلا انا جيت قلت له دخلي رقم تليفون لقيت رح مدخلي في حروف اتأكد ان هو ما عملش فيها الحركات دي بعد كده بعد مخلص الكلام ده كله ببدأ اتعلم ازاي اقدر احتفظ باليوزر نيم والباسورد وعمل لوجن بيهم اقدر نيجي في حاجة زي الفيسبوك كده بعد ما بعمل لوجن لما بنقل من صفحة لصفحة ما بيخرجنيش لوج اوت لا بيفضل محتفظ بيا بيهم لو دخلت عالصفحة دايريكت ويرجعني لصفحة اللوجن اقدر اعمل الكلام ده كله ازاي نيجي بعد كده للجزء بتاع المي سيكوال هنتهرف ازاي نقدر نعمل داتا بيز ورمي سيكوال ويعني ايه داتا بيزي اصلا ازاي اقدر احفظ فيها بيانات ازاي اقدر اجيب منها بيانات ازاي ادور جوها على حاجة معينة ازاي اقدر اعدل البيانات اللي عندي ازاي اقدر امسح بيانات منها وبكده هنبقى اعملنا شكل عام الويب سايت بسيط باستخدام اللغتين موري وهنشتغل في الاخر على مشروع هيبقى عندنا تيمبلت كده الويب سايت وهنبدأ نشتغل عليه ونحوله من الشكل اللي هو الستاتيك اللي بالاتش تيم مال العادي للشكل اللي هو الديناميك بالبي اتش بي اتمنى ان انتو تستفيدوا اقصى استفادة من الكورس دوت وكون دفا خفيفة عليكو فيه بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة